مهما تبحث عن السعادة المزعومة لن تجيتها إلا في طبأنينة القلب وراحة البال شوفي أخي لما من أمس آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها خلاص كان إنسان يستشهر أنه أنه أقوى واحد في الدنيا بالله صد بسرقتين كده في جوف الليل أقول يا رب ضعيف فقوني ذليل فأعزني مهزوم فانصرني ضائع فأرشدني والله يعني ما صدق عبد رب العباد في الدعاء إلا والتجاب له اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وقضي حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في يكنا في عسمتك برأفتك ورحمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يصبحكم ورد يصبحكم فل يصبحكم نرجس يصبحكم نشاط حيوية وطاقة إيجابية وفعلا روتين نشاطه حيوية روتين محفز روتين نستسمحكم فيه قبل ما نبدأ الفيديو إنه طويلة شوية الغالب توشع معكم يوميات رمضانية شوية من كل حاجة إن شاء الله تقبلوا مني إن شاء الله نكون الضيفة خفيفة ضريفة عليكم نجمع في الكلمات طوال 14 صباح نسجلكم في الفيديو هذا نتمنى لكم ربي يعطيكم كل ما تتمنوا نتمنى لكم ربي نجح لكم ولداتكم نتمنى اللقمان والأخت إن شاء الله ربي نجحهم ويفرحك بهم يا صديقتي اللي هما سناباك وكل إنسان يعدي وكل إنسان يسع وكل إنسان عنده حاجة هكا قصد فيها ربي للخير الله يسر أموركم أجمعين يا رب العالمين والله يفرج كربكم والله يعطيكم كل ما تتمنوا من صحة وراحة بال وسطر وهنا وهذك هي راهي الدنيا وقناعة وريضا راه هو ذكا بالحق الكنزم تحت الدنيا إنه الإنسان ذو ما راهوا خير من المال المال بالحق راه مش مش يصنع لك ساعة ده بل ساعة تكون فيه فما شقا تجري تجري هالدنيا وكذا أما تبدأ مستور وتبدأ مرتح البال وتبدأ قنوع وراضي بلي عندك سبحان ربي تحس روحك أسعد إنسان في الدنيا ونمروا بها لكلنا نتصور الناس كل تمر بها مانيش أخصائية نفسية ولا حاجة أما فعلا نتصور اللي نحسه وأنا أكيد راه مانيش مانيش كي الناس أنا كي الناس أكيد راه وكل إنسان تعدى بها هالفترة أنت على الرضا وإن شاء الله تطول معنا وإن شاء الله ديما نكونوا راضيين وإن شاء الله ديما حمدين وشكرين المولى عز وجل في كل حالاتنا في كل مواقف اللي نمروا بها في الحياة وإن شاء الله ما يزيد علينا كان كل خير ربي متعنا بصحة تبدأينا بصحة يا حفدين أجمعين إن شاء الله ربي يشفي جميع مرضانا إن شاء الله ربي يرحم جميع موتانا يا رب العالمين إنهار جديد اليوم صديقتي ديما الحركة في الكوجينة ذيكا حاجة ضرورية ما تقولي ليش فيما روتين مختلف توسي دي رمضة فيه روتين أو إشري بره أقضي بره طيب بره حذر الطاولة بره مع أنتا أقرى شوية قرآن أكيد ذيكا بينك وبين موليك كالي تقعد وتعملك الوقاية متاعك يعني هذيكا هو روتين المرأة سيرتو في الوقاية ذي إن شاء الله ربي معانا وكهوة إن شاء الله ربي بركنها في الوقت متاعنا خاصة في شهر الفضيلة ذي ليهو وظيفة خفيفة ضريف نحن ما نحسوه شيراوه احنا بالحق يتعدى جري أكل وقت نبدو احنا وياه في سباق يومي حتى لين يقول الله هو أكبر والمرأة هيتصنفها هيتحضرها هيتود عائلتها هيتود صغيراتها هيتود والديها يعني المرأة بصفة عامة المعارسة اللي تقرص بي اللي عندها صغار اللي ما عنداش صغار كلنا نحب وفرحوا ناسنا رغم كل التعب لازم تحسي روحك مسؤولة توجه الناس اللي دائرة بيك بش انك انت تحضرينهم مش هواتهم وحويجها خاصة في سيدي رمضان طول سيدي رمضان وانشاء الله ربي يرزق الجميع انشاء الله ربي يعطي كل محروم وانشاء الله ما يباتش حد ناقص انشاء الله كل يكونوا عندو الخير وخيركم في دياركم اليوم صديقاتي بش نشارك معاكم كالعادة وصفاتي نكلم فيكم تعرفوا عبيت كرشي بالماء والله يالي بنتناحكي معاكم بسي فوليت نتكلم ننهج نتنفذ وغلما مش نروف في الماء خطر مش عطيكم حكاية بالحق الي تحب نصيحة الي تحب ما تحسش بقلق وكلتك اللوبان اللوبان العربي بعد شقة الفطر مني هكا مضغل اللوبان العربي اراه يفرهد مش منه الماء يهضم ويخليك تشربين ماء خطر نحنا ننصر واحنا في الماء فهو يخليك تشربين ماء فانصيحة هذي اليوم مني لكم اي سيدك بن سيدك خرجت انا ماني قلت لكم اول نهار انا والسيدة قلت لكم ما حليش خرجت عليش خرجت خرجت نهارتها على البسيسة خطر يوما تتصحر باللبسيسة وانا ما جبتش بسيسة الفاكية وليت اول نهار خرجت انا والسيدة كما قلت لكم جارتي ومشيت الحصيل وقضيت قضيات المهم عاد كي شفت الحقيقة اسوام السمك طالعة اي سيدك ماني قول لكم المرأة المجدية المرأة اللي تخلي ديما خزين دارها مليانة وقت اللي تلقى الفرصة سيدك بن سيدك انا ضيت ريليا كان نجلتها اخذيتها لقيتها صومها مرفقة قلت اي ان كان نجلها كان نكتب وكلينها في سيدي رمضان هاوينا قبل سيدي رمضان حاصل والله صبتها اليوم هاني بش نعمل منها دبارة جبتها هي كمية مش كبيرة يذر اما شبيني نبلع في الكلم اما مش كبيرة ياسر اما معنتها قسمتها على ثمين يعني بش نعمل بها دبارة وخلي منها المرأة اخرى خاطر هي اعطينا تبدأ هاك شوية تعطي مطعم في الميكلة متاعنا اليوم وهاني جبتها وورت هاي الفون دي جاهنا هاشوفوها وقته نعرش يدور لي مش عارفة اخذيت كيلو ولا اخذيت رطالي مش كمية كبيرة اخذيتها اما كميم قلت نستحقلها نعمل بها جاري جيمينا اللي تعملوها معنتها طيبوها لحاصيله كل واحده وطريقته في التطيب اليوم المهمة نبش نعطيكم الدبارة الخبزة هوا معنتها كما قلتلكم الطريقة انتها سهلة ماه انا واحدة من الناس عندي صحفة صغيرة انتها اكل كريمة هي اللي نخلط فيها يوميا نفس الكيلة اطلع لي نفس الكمية انتع الخبز هكاكا اتعود هنازت شوية خميرة وليت نقصت الحاصيل والخميرة دي ما نقولكم راهو على حسب التقص حول الخميرة تعملو اكتر ما انا مغرفع بشوية بالنسبة الكمية اللي تحطوها خطر انا مانيش بالميزان بالصحافي ولو انه ضروري انه الواحد يكون عنده ميزان بش يعطي الناس بش ديه حاجات مضبوطة بالضبط 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 المهم لكن انا راني مانيش اصيانة يعني مانيش بروفسيونال اني نعطي بالجرام انا انس انا متعلم على على الامه وعالجدية وعلى فمته يعني وعلى الاقارب كيفش انطيب بسي نوراني هكيكو ساعدنا باير مراسي الحاصل الخبز انط يعني يكون كلتين سميد رطب عليهم كيلة فارين معاهم شوية خميرة مادافي ملح وتعملو فحن الخبز اللي هو كمونه سود شوية بسباس شوية حبة حلاوة انسيو ما عندك معناه يعني تناج ميرا وفي الدار تعمني خليط فحن الخبز بالكمون بالبسباس بالحبة حلاوة كل واحد شنو يحب هنا نابا ذا جديد لبنات ذا شريته نهارته هنا والسيدة ذا مترو متاعه بخمسالاف لبنات اخذت مترو لانه الطاولة متاعه يظل ثمانين على ثمانين فجدت وهو عرضه مترو واربعين يعني هاني رابحة انا طلعت خارج منا ومنا على الجناب لحاصة اللي بنات شوفوا الخمار عندي مشكلة مع الخمار تقولوا فاتني تلبس ديما في الخمار لك حلوة لحاشا لما حلوة مشكلة تقولي ساعات فما صديقة هكا تقولي فاتني ايه اللي بسي ألوان فاتها ايه اللي بسي اوه ريتو الخمار هذيك على خاطره خماري المفضل اللي هو نتحرك بي في الروتينات مابقاش لجدو منه لعدل منه وزيد انا من نوع اللي منبس شكل مساك ولا نعمل اكليب منعملش حد شيء نحب الخمار ارمي وتعد يقلق يخنني فديما نحطوها كاكا ماذا بي يبدأ خمار منه فيه يركح عاد هذي يتعبني في روتيني اليوم الحاصل صديقاتي هنا جينا اليوم بعد ما بسطط الهان الخبز ولت حتى يتحلك شوي تزيد كنف اما حاشا اما البسطان الصعيب الكل انه بسطهنا وهي تبدأ كتعدل في الشكل معنتها اه وبش تحطو ميتيبو على الطاجين الخبز ده هو المفضل عنه يكون يكاد خاصة من فلاية متنت لو لم تعسيدي رمضان يبدأ مش تهي عليش خطر احنا من بعد اه ناكلوه اول حاجة هو يشاهيك بش انك تاكلي يحلك يشاهي على انك تاكلي خبز دياري طيب في الطاجين عنده ريحة بنينا برشة اه ممكن هذك عليش في الهيامات لو لم تعسيدي رامضان ديما نكونوا متشبثين وكونوا حارسين ان نطيبوه شوفوه لي لبنائد نودكم ولنشاهيكم شاء الله قصدكم في الجنة من ولا ناسكن اخطروا اخصروا اخصروا والبخار كيفاش يخرج اخصروا والريحة متاعوا حاجة واو ما شاء الله الحاصل صديقاتي هذه من الاخبازات انتاعنا قاعدين يتيبوا تكمل يوم ما تطيبه وماذا مع المغريب مثلا نبدو مع الخمسة ونص حاجة في تطيبه بش يجي سخون بش كي يتطيب يقعد سخون بش كي يتاخذ مع الشربة يجي ما شاء الله ويتطيب على نار معنتها متوسطة ما يكونش نار قوية برشا بش هو من داخل يتيب زادة ويجيكم منفجة هكاكا ما تحطوش على نار قوية رهي نار قوية ما تخليني من داخل وزادة مش نار بردة طول كي يلصج لكم وحسيلوا لازموا الحيرا في مش كي ما لحطب بيطيب بشكل اخر سبحان الله كل محنتها كيفاش يقولوا طريقة تعتبخ عندها بنتها يعني عندها طعمها الخاص يعني مش كي ما يطيب على لحطب عنده بنا سبيسيال هذا هو خبزنا لليوم ومش نعطو اليوم الدبارات متاعية صديقتي هنا خذية اللبسة ايا سيدك دبار سيري اليوم شنيه انا مستنسى نعمل فيها اول نهار في سيدي رمضان المرة دي عملنا نهار ثاني نهار جبت هنا لبصيه للحمرة اللي خذيتها لحقيقة بصم مش غالي وصبتها ليامتها دي كلها هاني نستعمل فيها خاصة في المرق انا رهو لبنات ليامت لولا متاع سيدي رمضان وهو حتى عندها مشكلة ليامت لولا انا عندي راجل يحب الماكلة العربي وحنا زيدا في الدارك الماكلة الخفيفة ديكا فشتا مش 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 متاكلة اما ماذا بيك دي ما فما مرق فما طنجرة فهمتو؟ نجري مش تعمل حاجة شيحة وتتفرج عليها انا اخذ الدنيا باردة وتحب الحاجة السخونة الحاجة اللي هكا تحل الشهي على الماكلة فديما الحاجة التادية يعني نطيبهم انا في ايامتي العادية وحتى في سيدي رمضان حتى كي نحب نزيد حاجة اخرى بعدين نزيد اما ما نحبش نبذر يعني نحب الماكلة اللي نطيبوها ناكلوها هناش مو ملتون طيب الحاجة اللي تتاكل هناشتت البصل والدجاج بمرقة لبنان المرقة نتاعنا اليوم هي مرقة الجلبانة على طريقتي خذت البصل والدجاج عملتها اليوم بالدجاج مش بالصوبية الحقيقة الصوبية الفترة ديها غالية ما خذتش استعملت الدجاج عملت الدجاج وبصل وجلبانة نجليهم بالقدام ع بعضهم راهوا حتى الدجاج هنا ما هوش مفوح اما كلبصل اللي يعطيلو فحم تيو يجي فيه سفت البن مش عادي فتكم بالحديث عني فوحتها التريليا وحطيتها في الماء تغلي لانو حشي باك الشربة مرقة المرقة مرقة للسمك هذي هاي شادات التريليا عملت لها شوي كمون شوي ثوم تحطوا شوية ملح شوية فلاك حال انتم وما تحبوا ونحطها معناتها تغلي ومن بعد انصف فيها اكل مرقة ديك ونشد كعبت تريليا ذوكم وإلا نظلي انتم وما تحبوا خاطر الشربة جي اياه بالتريليا بالنظلي تنحو لها الشوك متاح وماذاك وكالطريفة ديك وبعدين بيش ترجع للشربة اعطوا تشوفوا طريقتي في تحضير الشربة جيت تبنينا ما شاء الله والله الشرب اللي نعملهم يتاكلوا تبرك الله معناتها كلمة نشوقوا عليهم فترنا معناتها يوكلوا يوكلوا يبدوا مزوزين وصغان وطيبين في حقهم وشربة بصراحة حاجة ضرورية في الصيام اللبنية هنا عملت بعد رجعت للمرجنتي بعد ما حطيتك الجاج والبصل والجلبانة جبت طماطم معجونة شوية فلفل مرحي أحمر شوية تابل وكروية شوية كركم شوية فلفل مرحي أحمر قلت لكم ايه الحسيل وشوفتوا راه والله يا لبنية راي الماكلة انفس كل واحد ونفسه كيفاش تطلع فيها فما حاجات معروفة كل إنسان إنه يطيبها أخي ما أنت سبحان الله من عند ربي يعني يطيبها جي ابنينا وجي سبيسيال عنده كل بشر فينا هنا لبنية حطينا البسباس البسباس أنا رجل يحب الجلبانة بالبسباس يحبها بالبسباس يحبها بالجنرية يحبها بالمعد نوس مرشوش عليها يحب الجلبانة عينيه الجلبانة الأوكل المفضلة متى فانا دي ما معناتها نحرص أني نطيبها كنت قبل ما نعول بالجداء بالجداء منها بشكاير هنا شوية جنرية هي الحقيقة توا غالية قبل كانت جيني بشكارة مع انتها والكل متاع عولة توا ما عادش غلطت برشا مع انت ما عادش النجم واحد يعولك العولة الكبيرة منها ربي بخمس ألاف كما توفي السوق مثلا تخدم بخمس ألاف في سيد رمضان طلعت سيدك هنا طار لي طرف البصل نكمل ونواصلوا خذيت الحصيل وكجل بيني ديك طيب دو هي معناتها الحمد لله إنو في سيد رمضان في وقت أجد معناتها كلي معنا إيش بش نطيبوها نقولو حنا مصبرة ولا حاجة المهم خليتها هي الطيبر متفاها البس باس والجنرية هنا غلي صخنة الطنجرة بش نحي منها الماء يا خير ميتها كلب صل والزيت دي ريكت هكا شوي في البصل واتحرجت لي وليت نحيتها شديت بش نعمل الشربرة والتوالبنات خديت الطماطم معجونة والهريسة العربي وكلب صل والزيت ونجليهم بالكدام عبعضها زيدوا شوية ماء ما كنت تحبوش حاح وما مش الملعة هدي مرقوا السمك يزم يكون حاضر قبل الحضير الشرب أنا كنت قبل نعمل للعكس يا أخي يوم ما قاتلي إلي حطي معنتها كيكا حزين وعملت بطريق هذي كوجدت الريحة بنينة والطعم بنيني هب زيت شوية فلفل مرحي أحمر شوية تبلو كروية شوية مش برشة تبلو كروية خدف المناس تقولك تبلو كروية ميجيش مع السمك وشوية كوركو نحركهم مع بعضهم ديش أنا حطيت الكمون ونقبلوا الكل ونخليها كل المرقى متاعي وإلا الصوص هذي كانت تاع الشربة تاخذ شوية تاقي اليوم بعد نمرقها بالما متاحها ونخليها أطيب لحقيقة البريودة ديه قاعدة نمرق بالما السخون قلت هاي لكم في الفيديو اللي فات وفعلا جيتها طريقة باهية برش هنا اللي بنات جبت الثوم حطيت الرحيته حطيته حتى هو يعطي بيرنا وزده مع السمك ما عندكم ما تقولوا فيه اي على فكرة في مرجة السمك في مرق السمك حطيت الثوم زده مع التريليا وهنا زدت الماء وزدت المعدموس وزدت الكرفس هنا المعدموس ما كنتش نحطه لحقيقة في الشرب اي قلت خليني عندي طرف كمية هكا بقتلي في قصرنا المرة الأخرى واللي تحطيت منه وهنا بش نزيد الماء ونخلي تاوى تنجرتي تاخذ غلوتها ومبعد نولي نرمي فيها هكا لاتريليا في لاخر بالكل وهنا يجي تاوى شوفوا المنات قلت لكم انا وعود لها من كلمة انا قررت ونشجع وننصح اي مرأة عندها اي ميكلة بيتة ما ترميهاش وتعمل لها رسكلة منه ولو جديد وتحطها رغم انه انا تعرفون راجي ما يكنش البيت انطيب يعني صابح ولكنك البيت هذكا نعمل منه حاجات انا ناكل قوية ياكل وميتاكل انا شنو عملت منه هنا هنسع شربة لسان عصفور ولا شربة سموازيوين والحاجة تنجم وتحطوها ترموها في شربة السمكة متاعكم وهنين حصيلو شو عملت جبتك البقالي من المصلين تعال برح شوية بطاطا ونجج مكليتش خطر خديت معنتها كي ما نقولو احنا غردي من الشربة ومن البريك ومن ما نجمتش ناكل من بعد وعملت قهوة وشوية حلو ما قديتش نتعشى بالقضاء بقاها هاك البطاطا وهاك الجيج سدر معنتها سلوك وكاملة شديت انا من غدوة كي ما توا معنتها رفستها هاك البطاطا ذيكا وعملت لها المعدنوس وعملت لها جبن وعملت لها العظم المطبوخة او العظم النية وك الجيج هذكا وحطيتها في صوابع انتع البريك قصيت الملسوقة متاعي ودورتها وجدت والله يا لبنة بنينة رياض حوية قالي ما نجمش قاومة قالي رغم اني ما يكنش رياضي يحب ديما يقولي في الدار نقولي يومه ما تعمني هناش وهكاك والله لا نزيد عليكم قالي فاتن عجبتني وراني بش نزيد قلت لها ما شاء الله انا طيبة كمية معي كمية والله هي قاعدت كانت ثلاثة ولا قداشتها وخاتر احنا هكاك معنتها الواحدة باركة الله قداش بش ناكل هكا هو يعني عملتها هو مايرضاش باقل من بريكة العظمة يحب بريكة العظمة يوميا كيف هو كيف راجل يحبه زوز بريكة العظمة بتن اما هني اليوم كعملتها اقنعته كلال حق صح وبش فليه وانشاء الله يرجع لباس وكهو معده والله تعرفوا يا لبنة تعديت النهارات طوما تعرفوا شفتوا كأيامتك المرمى اللي حليتها في الدار نشكيكم الخير رياض خوية اللي صاير عليه والتعب اللي هو فيه والمرض اللي هو فيه يوقف حاجةكم ما ينجمش يوقف المعدة صعيبة ياسر الحمد لله اللي قام لباس والحمد لله اللي هو مرض بعد ما وصلتنا بنهار بش نا ما خليتوش بالحق مانيش نمن ولا نزكي ولا نكبر في روحي اما سبحانه معظم شين ومدبر الامور ما تحيرش ان الله معنا انتا جيت هنا وهو ديريكترا وكيقل هو تصاوت فيه قبل ما يشدوا الكريز وقبل كل شي هزيته اللي رشغانس يعني يعني اسبقت الاحداث لي اني شفت وجوه تاعب وكل الحمد لله على كل حال وكهو والله عملوله كل التحاليل تحاليل الدم وكل شي عملوله تصويره عملوله شنو الله غالب وكهو المعدة صعيبة ياسر المهم هتنا لبنيت عملنا السليطة سليطة انا حبيت نعمل السلطة سيزار عرفتوك سلطة بالتجاج وكذا وبالخبز ومكتب شو نجي نخلط ممخر مع الوقت رياض اخويا زعمة يحاول فيها رو شنو اليوم يقلب معايا اخي داخل المغرفة في الملسوقة لدي لا قلت لبجت زيتات رياض وانا ايد بيضة ذاك حد الجهد لبنيت تعرفوا والله جري 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 يتعدى معنتها الوقت خاصة انك توقيت المغرب ذاك ساعات ديما يغلبني ليا متلولة ديما خطرني انا انه خرج راه نمشي ناقضين نمشي كذا فالوقت يسرقني معنتها ورغم هكاقة الحمد لله نخلطه حتى بعد المغرب شوي طويل شي تكون حضر المهمة كل شي تكون طعيبة تقعد لياك الحاجات البسيطة كما البريكا كما السلاطة وكل اعملهم على اخر لحظة حاصل هنا ديما السلاطة خاص تماطم ابصل وفجل وعملت معاو شديد عندي طرف جيج جيج سدر سكالوب شديد عملت فيه الخل والله يلفوحت ولا حد شي جاء بنيني هبل بالطريقة دي حطيتو معنتها رجدتو في الخل هذا في لولون كل حاصيله يخلي قارس المهم شو عندكم نجم وتجيج زدي يحب الملح الملح لقشين نجم وتجيجة مثلا نتحطها في الملح بعد انتغس لها را مش تخلوها كيكا في الملح وقليتها هكترف في ذاك السكالوب والمهم هنا لبنيت عملت زيتون في السلاطة وشوية زيت ما عادش نحط القارس وكله على جيل بوري والحمد لله وشكر الله على كل حال نشدك الجيج هذكا بش نقصه طريفات الطريفات ونزين بهم من فوق الففل برلعبيد هذكا ما تخطنيش في طاولة عليش خاطر انها نشوق فاتري شربة نحب شربة مع هكك جرينات الففل برلعبيد هنا لبنيت عملت المعدموس في الجلبانة ديجا عاوني حتى هي بريسك طابت شرميت شوية زيتونة هذكا لازم من وكل ضريبة انت عزيت زيتونة في الأخر في الطنجرة في المرق ولا في الشربة لازم من تزيدها بن على بن حاسيت روحي لبنيت ان ياسر نعمل في الفلفل مثلا يمو ما تكالش قليل مثلا وانتقولك انا حار ما نحباش رياض خويا كيف كيف اصب ما انت ما عندهمش فيه غرام برشا يا اخي انا وليت قلت هي نعمل الجرين وكهو شيخ رياض عليها الميكلة شفت وراهو الميكلة انتعي موززة صحيح مش حارة لططاق الحق في رمضان ما تكونش حارة لططاق اما توكل معلتها تحل الشيه للميكلة فاعملت كان جرين لانه طلعنا راجل يأكل الفلفل يحب في المرق والفلفل وكل ولا في الميكلة يزادة تحبوها نحنا وما كانش راهو قبل لما انا عودت هكي كباك الفلافل من عشرة قوما صارة منهم الحاصل اللي بنيت هنا يعني مرقة الجلوب بيننا متعنا حضرت الحق يعاوني فاكل لحظات الاخرارية بعد ما ايجي يمسيكين من الخدمة يتكى شوي وبعد يجيني وقت يبدأ هكي يقول الله كبير يجري بجي حضر الطاول يبدأ فيت نسبي عود يحضر عود وحضر الطاولة من قبل بليل لما الدباد بيت تخسى المعون فيت تعرف كيفيش رقليها الطاولة نظميها وغطيها هو دا كله مش يبدأ بعودتها في شقال فتر كل شيح هذا الحاصل ايه والله تعرفوا قبيلة متعدي يا ضحك مني واحد قل كيك هو حنود فم بني ورجال حد قل كيك ها شمزل فيه سيدي رمضان 28 يوم تصمنا نهارين دايم ربي يا فتر والله محلينا احنا تتونسى عنا روح الدعاء فادلكم محليهم عادة والله بالحق راهو دايم كان وجه ربي تو يتعدوا في ساعة في ساعة ليامات هنا صديقاتي هذية خبز الخمير ورطولكم رياض هاو يشوف الطاولة شنو ناقص شنو زيد جاب الخبز هذية كل يوم هو عند وكل غرام بتاع الخبز وقلت لكم الله يرحموا يناعموا بابا ان شاء الله هو اطول عمر عنده نفس الموت ربينا هيك قبل بابا كانت عنده موتور يزد عليها كل مرة يمشي واحد مع بابا هيك انهار تحس روحك بطلة انهار تليمشي نشي مع بابا رياضي يحب الصمسك السوابع يمشي قبل عندنا بلاس اسمها التربلسية تحية التربلسية وناسها في ممتلوي فيها الزلابيا والله نحكيكم في ذكريات ذكريات الحنين النسطلجية والله كان يمشوا وتعرفوا لعبة تبدأ محليها هيك كعشية رمضان ومغريب والحق معناتها نتفكرها كان فشتي ونحنا صغار فيمشوا جيب جي عدرياض بقصة شي هاي فيها زلابيا هاي فيها مخارقة هاي فيها الصمصنطع رياض يبدأ يستعليها الكعب اللي يختارها تبدأ صوابع لبنات الصمصة ما تبدأش معناتها مثلثات كما موجود ده كانت قبل وتبدأ خشينة مليانة محشية بالإقداء كما قرنا لغزان هنا هاي يصوروا وشيخ قالك بشيل الكروة صنوع يلقى هاي بذوبان قال استغفر الله شم الراحة قالك استغفر الله رياض خويا يضحك رف الماكل شفتوا رأوا كيك يبدأ يبهبر هاوها وياك اللي ينتوش ينتوش كل حاجة منها شوي شوي هنا لبنات حطينت الصحافي كل شي تعرفوا في اخر وقت هتحضر اليوم مازالي قاعد يغلب فيها الوقت مازالت قاعدة مغلوبة مازالت ملقيتش روحي مش ملقيتش روحي هي هني قلت لكم الخرجة هي اللي تعطل رأوا لبنات اخي بحاجة معنتك الاخروجة ذاك هو اللي يعطل ترفوا ما عادش وقت الخمسة غيرها ربعاته هذا كبيف بش يزم بالصحور جب ربي معنتها كل شي حاضر والله انا شم ازالي مازالي ثلاثة دقايق ولا اربع دقايق طولتو حتى هالفيديو ذا والله شي لبنات نحب ان نعديكم الاجواء كيف ما هي يعني نهارنا كيفاش يتعد تبارك الله عديت معاكم رمضان هذي الخامس معنا تراني بديت 2019 ما شاء الله شوفوا السنين كيفاش تجري هي ما تجري جري فسبحان الله يعني رفيقات الدرب فعلا ان شاء الله يطيب عشرتنا وان شاء الله نكون ديما ضيفة خفيفة ضريفة عليكم وان شاء الله نكون ما قلقتكم مش ما طولتش عليكم ما كثرتش عليهم ما ازعشتكم مش هكا تحية زادة الصديقة معايا بنتها تعمل في الدكتوراه في القانون شاء الله ربي ينجحها ويفرحها بها قلت لي ري تقول لي امي قدش تعطيني طاقة ايجابية كينا بدأ نسمع فيها الله ينجحك والله يفرحك والله يجبر بخاطرك والله يسهل امورك يا رب العالمي ربي يفرحكم محليكم قدش انا فخورة وقدش انا فرحانة بمحبة الناس اللي هي لا تقدر بثمنة وهالصور هذية وهالايامات هذية تقعد ذكريات ان شاء الله يسجلها هكا تتسجل في اليوتيوب ووقت هكا ما نشتاقوا للأيامات هذية نحلوا نتفرجوا فيها كيف ناكيفكم يوم هنا شوفوا قاعدة شكوني اللوم اللي ما تقعدش قاعدة ذي دي ما تلقوا كل هذا انتع المنتيلة وصحايا نلغلى في اليدين ويتقص والله يعجبتني الصورة قلت ننقلها لكم ننقل لكم الحقيقة اللي موجودة تقريبا نذية نتصورها في كل درة تونسية والله حتى جديد الله يرحمه نعيمة كانت قبل تفرج علينا نلغلى كيكا تبدأ تقص وتمدنا نحنا ناكل أريد أن تلقى نزيد المشكلة تبا نعم نحس بروحك كان ينفطر في الصباح إذا كان يحس بروحك كان ينفطر في الصباح ها تريتك ترفق القرن الغزال وصيب الصشياء اضعها لنا وديناك ومشاهيناك ومشار نقصكوا فرنجة نضعها من هنا كذلك هاي اغسلتها نضعها نضعها هذه الصالة عندما نضع الصشياء اغسلتها لقد كنت لك يا اغسلتها اغسلتها س bass على الأقل تطبيع الفضاء من ذلك نريع الدمس ما الذي تفضلت أبيك فقد عشلها كلها مأتبات كلها مأتبت هذا حقستما يقول كلها مأتبت هزت قصمة أنتظري هذا حقا و انتظري ما فيها؟ هذا لم يكن البكث يمكنني أن ترى المزززين هاته لم ترى أيضا مرحلة أشعر جميلة يلقى أن تنقيهم أنت إذا ارى كيوة أنت نرى كل يوم بعض الأحمر أتوصي اليوم شوكولات؟ باهي يوم اتخل قد قده وشتوا الى العبات لا تفقاني ونزع شوكولاتة مازالة مازالت موصبتيش للشوكولات؟ يوم مازالت موصبتيش للشوكولاتة؟ مازال باهي مغرمعها بنينا فتو فيك طعمة الدليس ورزان شيت كاعد تحلقت كارشة غربي ورزان تحلقت مالورياء نعم يوم فاتم لا تحبش دي كيكشوب بعينها هم ماشي ديه فاتم لا تكرش نعرفها ماشي ديه فاتم لا تكش عطني كروسان هيا ما دكلك تقول وانخلط راهيه واندبلع مواندبلع احلم كروسان هل شامقها بساق طوب صهرية مطورة طوبة اشترك واندبلع اطلق فالصرية حولتة واندبلعه 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 هذا كان لديك قرصان فيما نتبعه ماذا؟ أبداً لديك قرصان لديك سخونة ليس افضل لديك قرصان كنت لديك قرصان انا امت بفكرت من الشوكولة هل تفكرت ميناء انا انا الاك كانت يوم مريضة وانا قصت لي وانا عودة يقول لي كلمات عقليا ارجعت طور عقليا ارجعت طور ورجعت طور انا مراجعت طور لم انا اذا كنت اعجب مريضة مريضة بشينة لا احتى لنضع كهوتي وانا ارتفاع مريضة كانت نوسا هنا بحدايا السيدة جابت البسبوسة والله جيتنا نوسا وجبت البسبوسة عن البسبوسة فكرتني كلمتني في التاليفون كانت يحيلي مثلا شغطلها من الحياة الو التاليفون جابوا لي البسبوسة وبهكا صديقاتي نكون مصلنا للصحور مبقى لي كم بشي نقولكم في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته ان شاء الله كان فيديو مزيد وان شاء الله ربي زين ايامكم وننسى كل في امان الله